السلام عليكم و ألا بكم آخر كلام و حلقة جديدة على شاشة مكملين يا أخي في يوم واحد تحس أن الحرب العالمية الثالثة خلاص على الأبواب لحصل مبارح بعد الحلقة مباشرة أو بحاجة بسيطة أن الولايات المتحدة وبريطانيا بتشن ضربات أو قصف جوي وبحري على أهداف صنعاء والحديدة وجماعة الحوثي تتوعد بالرد تفاصيل كتير جدا شفناها من مبارح للضربات الأمريكية البريطانية تحرك دون إذن الكونجرس و دون إذن مجلس العموم البريطاني ولكن اجتماع كبرى الحكومي في بريطانيا والرئيس بايدن يصدر بيانا والبنتاجون يتحدث عن استهداف أهداف لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن عن ضرورة حماية الملاحة العالمية وحركة السفن وأمان التجارة العالمية لكن يا جماعة في 25 ألف واحد ماته في فلسطين ده مش مهم في حوالي 100 ألف مصاب في فلسطين ده مش مهم 85% من الشعب الفلسطيني تم تهجيره ده مش مهم إنما سفينة هنا وسفينة هناك 25 هجوم الحوثي على سفن رايحة لإسرائيل آه هو ده المهم هنا العالم لازم يتحرك هنا مجلس الأمن بياخد قرار هنا الولايات المتحدة بتقول هنا بريطانيا بيطلع طائرات الطايفون هنا كندا بتدخل في العملية معهم هولندا واستراليا والبحرين ما عرفش ليه وكوريا الجنوبية فعندنا عملية لأنه مضيق باب المندب في خطر والبحر الأحمر أيضا في خطر والدول الأوروبية تهرع لإعلان المسندة والدعم تعالوا نشوف مين من الدول الأوروبية اللي دعمت هذا التحرك العسكري ضد بلد عربي جديد هو اليمن فرنسا الدانمارك ألمانيا الخبر اللي بعد ده فرنسا والدانمارك وألمانيا أعلنوا تأييدهم لهذه الضربات لكن روسيا انتقدت ودعت لانعقاد مجلس الأمن ووصفت هذه الضربات بأنها تحرك ضد القانون الدولي الصين عبرت عن قلقها من التصعيد اللي موجود في البحر الأحمر إيه اللي حصل في الاثنشر ساعة اللي فاته تعالوا سريعا كده نستعرض أبرز التفاصيل والمعلومات الطيران الأمريكي والبريطاني شن ضربات على أنحاء مختلفة في اليمن تحت حجة استهداف جماعة الحوثي أيضا الضربات شملت مئة ضربة لستين هدف في ستة عشر موقعا ده وفقا للقيادة الجوية الأمريكية من بين الأهداف مطار عسكري تقول الولايات المتحدة أنه استخدم لإطلاق صواريخ كروز ومسيرات لكنه استهدف أماكن بالعاصمة صنعاء محافظات الحديدة وتعز وصعدة أصفر هذا القصف الأمريكي البريطاني عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين وفقا لبيان للمتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي ما هي الأسلحة المستخدمة في هذه الضربات الأمريكية البريطانية؟ تعالوا نشوف مع بعض هنلاقي أنه صواريخ توما هوك وهي قادرة على حمل رأس حربي تقليدي يبلغ وزنه ألف رطل لمئات الأميال غواصة يو اس اس فلوريدا ذات الصواريخ الموجهة وتم تشغيلها بواسطة مفاعل نووي أيضا استخدموا مدمرات ذات صواريخ موجهة تابعة للبحرية الأمريكية مقاتلات طايفون البريطانية شاركت أيضا في هذه العملية وهي طائرات أو مقاتلات ذات طيار واحد ومحرك مزدوج وأيضا هي دعامة أساسية لأسطول الطيران الملكي البريطاني وزارة الدفاع البريطانية قالت أن المقاتلات الأربعة اللي شاركت في الهجوم حملت ذخائر وقنابل برؤوس حربية تزن 500 رطل عملية كبيرة يا جماعة عملية من الصغيرة زي ما قلتلك من غير إذن أي حد هو كده بايدن اتصل بسونك إحنا هنعمل هجمة عسكرية على الحوثي يلا بينا أيها حضرتك الحوثي ده فين ده في اليمن اليمن دي إيه بلد عربي مين المفروض بنتكلم معاه في الحالات اللي زي دي المفترض اللي أنا فهمه يعني أنه في جمع الدول العربية أو في كبار كبار في العالم العربي في مصر في السعودية في أطراف كبيرة بنتكلم معاهم لكن لا إحنا هنطلع نضرب اليمن اضرب اليمن يا بيه الدولة دي تفتح لك أجواءها والدولة دي تطلع طيران بتاعت من القاعدة العسكرية اللي على أراضيها احكي بقى عن السعودية احكي عن قطر احكي عن الإمارات احكي عن اللي انت عايزه في النهاية دول عربية تحت سمعها وبصرها هي بتلتزم الصمت أو بتشجب أو بتدين لكن بلد عربي بيتم قصفه مش من بلد عربي تاني يعني مثلا مش الإمارات والسعودية عاملين عصفة الحزم وتحالف عربي عشان الحوث لا احنا بنتكلم على أمريكا وبريطانيا جاين لك من موراء البحار عشان يقصفوا اليمن أصل السفن بتاعتهم اللي راحل إسرائيل تعبانة شوي فردود الفعل على القصف الأمريكي البريطاني لليمن هل كان هناك ردود فعل عربي هل هناك مثلا نز علنين غضبانين تعالوا نشوف مع بعض الحوثيين وصفوا القصف بأنها وهمجية إرهابية وتوعدت بالثأر الاتحاد الأوروبي يدرس احتمال نشر قوة بحرية في البحر الأحمر ولكن إسبانيا قالت أنها لن تشارك في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر على الجانب الآخر روسيا بتردل لأمريكا والغرب عملوا معها في أوكرانيا فأعلنت إدانتها للقصف البريطاني الأمريكي لليمن ودعت المجتمع الدولي لإدانته الناتو قال أن الدربات الأمريكية البريطانية على الحوثي هدفها دفاعي يعني ديها حاجة كده لمتد جدا محدودة جدا نيجي بقى للدول العربية فنبدأ بالأردن الأردن تحدثت أن عجل المجتمع الدولي في كبح إسرائيل سيعرض أمن المنطقة للخطر كتر خيركم سلطنة عمان استنكرت ضربات دول صديقة على اليمن تركيا نددت تركيا بالرد الأمريكي البريطاني غير المتناسب على حد زعم الرئيس أردغان على الحوثيين العراق ندد بالهجمات على اليمن وقال أنها لا تمثل حلا الخارجية المصرية كانت لم تعلق حتى بداية الحلقة صدر بيان عن الخارجية المصرية أبدت فيه القلق الشديد عن موضوع الهجمات على الحوثي أو على اليمن هيئة قناة السويس المصرية قالت أنه في أضرار بالغة من توترات البحر الأحمر في المنطقة وهنتكلم عن ده بالتفصيل بعد شوية السفارة الروسية في مصر قالت الأمريكيون والبريطانيون يقتلون العرب من جديد خلي بالك اللي قال كده مش الخارجية بتاع الدولة العربية لا دي السفارة الروسية في القاهرة الخارجية الكويتية تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات المشهد باستهداف مواقع في اليمن الشقيق قطر خيرهم قالوا اليمن الشقيق المملكة العربية السعودية قالت أنه بينفي المتحدث باسمها أنه تم استخدام أو تم تدوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف وقالوا يا جماعة ما حصلش الكلام ده إيران وصفت ما حدث بأنه عمل تعسفي وانتهاك لسيادة اليمن أول مرة ألاقي دولة بتتكلم على سيادة اليمن يا جماعة دي دولة ليها سيادة مش من حق أحد يدخل يقصف فيها زي ما هو عايز لكن احنا بتعامل مع المواطن الأبيض الجميل مع المواطن الغربي اللي هو عنده الأفضلية على العالم كله بيعمل اللي هو عايزه طالما محمي من الولايات المتحدة الأمريكية وزير دفاع أستراليا المشاركة في الموضوع قال قدمنا دعم خلال الدربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن وبالتالي دي كانت أبرز ردود الفعل طيب في نقطة مهمة أوي لازم نتكلم فيها بس نوسع شوية كده عشان الراجل بتاع الحوثي يظهر في الصورة شوف يا جماعة الزملاء شلوه خالص طيب في نقطة مهمة أوي قبل ما نروح للأرقام الجاية ايه هي احنا عندنا جو بايدن ومعه ريشي سونك ومعه بتاع هولندا وكندا هيقصفوا الحوثي صح لو اتكلمت معهم وقلت لهم انتوا بتضربوا اليمن هيقول لك لا احنا مستهدفين عبد الملك الحوثي ومستهدفين الميليشيا الإيرانية اللي ضرب بالتجارة العالمية احنا عندنا أهداف انتقائية وبنك أهداف محدد وسنفصل ما بين المدنيين والعسكريين والميليشيات حضرتك سمعت الكلام ده فين قبل كده سمعته في غزة صح؟ اه بالزبط كده هو اللي هيحصل في اليمن لو الموضوع ده تصاعد هو نفس اللي احنا بنشوفه في غزة على مدار المئة يوم اللي فاته او تقريبا مئة يوم اللي هو ايه والله اصل الحوثي عبد الملك الحوثي اتخذ من المدنيين في صنعاء دروعا بشرية فكان يجب على طائرات الطايفون البريطانية ان تقصف مع وضع هامش للخسائر عارف انت اللي هي الدباجة الحقيرة اللا انسانية اللي فيها تبرير لأي جريمة غربية او اسرائيلية بترتكب ضد شعوب عربية عادي جدا التبرير موجود فهيقولولك الايام الجاية احنا عاملين عملية جراحية شغالين بمشرط اجهزة الاستخبارات بتاعتنا رصد اماكن الحوثي ومخازن السلاح بتاعت المسيرات والمشعارف ايه بعدين يطلع في البريكي نيوز انه في خمسة وستين يمني قتلوا في قصف امريكي بريطاني على احد المخازن بعدين يوم طلع لك كيربي اقول لك ايه والله بكل الاسف تبين ان الحوثي قد اتخذ من هذه المنطقة المأهولة بالسكان دروعا بشرية لكن احنا استخباراتنا حددت المخزن لكن هو عبق هذا المخزن بالدروع البشرية وبالتالي احنا بنأسف للخمسة وستين واحد اللي ماتوا وبندعو الحوثي الوحش الارهابي انه ما ياخدش المدنيين دروع بشرية اليوم اللي بعده مقتل مية وستين يمني ايه اللي حصل يا جماعة والله ان طائرات الطايفون البريطانية كانت على يعني دراية بمعلومات استخباراتية من الاجهزة بتاعتها انه في مخزن للسواريخ اللي بتطلقها الحوثي على اسرائيل وعلى ميناء الات في المنطقة الفلانية في الحديدة فضربتها طلع ان دي مدرسة سنوي فاحنا اسفين لحضرتكم طب قسامة انت بتفرض افتراضات ما حصلتش لي لا حضرتك ما انا جايلك من المستقبل وبقولك ان ده حصل بقولك انه فعلا في تحالف عربي بقيادة السعودية واليمن دخلوا هذا البلد السعيد وجعلوه تعيسا غارقا في التعاسى والدماء والقتل في ابريل 2015 اعلنت المملكة العربية السعودية والامارات عن انشاء تحالف عربي بهدف القضاء على الحوثي خلي بالك انا بقولك كلام ده حصل من تسع سنين في 2015 وظلت هذه المعارك وهذه الدماء وهذا التخريب في اليمن بدعوى انهم يحاربون الحوثي قتلوا من الاطفال ما قتلوا وشردوا من اليمنيين ما شردوا وظل الحوثي يقصف الان سفن في البحر الاحمر ويقصف ميناء الات وعملوا مع اتفائية ومصلحة ولم يقضوا على الحوثي لكن ضمروا اليمن تخيل دي الامارات والسعودية طيب تخيل بقى معايا انه بريطانيا وامريكا اللي جايين مش الامارات والسعودية بكل بقى تجهزاتهم والكلام ده كله تعالوا نشوف مجموعة الارقام اللي خلفتها الحرب السعودية الاماراتية على الحوثي او على اليمن في التسع سنوات الماضية هنلاقي انه التدخل السعودي الاماراتي المصدر برنامج الامم المتحدة الانمائي عدد القتلى في اليمن بشكل مباشر للحرب وغير مباشر تلتمية سبعة وسبعين الف اكتر من ربع مليون يمني تمام عدد النازحين اربعة ونص مليون يمني نزحوا من هذا اليمن السعيد بفعل هذه الحرب خلي بالك الارقام دي اضربها في خمسة وفي عشرة لان اللي جاي بريطانيا وامريكا اللي جاي تجهزات عسكرية لن ترقب في يمني الا ولا ذمة لن يتوقفوا عند مدني او غير مدني احنا ما احنا شايفين اسرائيل يا جماعة ما هم بريطانيا امريكا اللي بيدعموا اسرائيل بقى لهم ثلاث شهور فدول بقى نزلين بتقلهم في اليمن فهنتفرج على الارقام عشرة مليون يمني لا يجدون ما يكفي من الطعام تقريبا في مجاعة خمسة وتمانين الف طفل يمني ماتوا بفعل المجاعة الجوع خرج مليوني طفل يمني من التعليم اتنين مليون طفل يمني يعانوا من سوء التغذير كل دي ارقام مفزعة خلفتها الحرب السعودية الاماراتية على اليمن ما كانتش على اليمن خليني اكون دقيق كانوا يصرحون في بياناتهم الصحفية انها حرب ضد الحوثي انها حرب لانقاذ اليمن اننا جئنا من اجل تثبيت اركان الحكومة الشرعية اننا لا نحارب المدنيين في اليمن الارقامة هي قدام حضرتك يفتقر 18 مليون يمني الى مياه شرب نظيفة سيرتفع عرض الاشخاص الذين يعيشون في فقر مطقع الى 22 مليون اي 65% من السكان اليمنيين هيعيشوا في فقر مطقع هذه الارقام انا اهديها الى الحكومة الامريكية والحكومة البريطانية دخلين تحربوا الحوثي هنسمع عن الارقام دي امتى بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد ثلاثة بعد شهر لن تستطيع لا امريكا ولا بريطانيا التغلب على الحوثي لان احنا شفنا ده شفنا ده من 2015 حتى الان ظل الحوثي وتراجعت السعودية والامارات وقتل اليمنيون وشرد خمسة مليون تقريبا واليمن على وشك التقسيم الرسمي